أكثر من ثمانين قتيلا حصيلت موسم الفيضانات في السودان أما الخسائر المادية فباهضة حيث دمر كليا أو جزئيا الألاف من المنازل إحدى عشرة ولاية سودانية واجهت خسائر بشرية ومادية منذ بداية موسم الأمطار فقد لقي أربعة وثمانون شخصا مصرعهم إما غرقا أو صعقا بالكهرباء وأصيب سبعة وستون أخرون وذلك وفقا للجهات الرسمية ودمرت الفيضانات أكثر من ثمانية ألاف منزل وألحقت أضرارا بأكثر من اثنين وسبعين ألف منزل في سائر أنحاء البلاد أزمة الفيضانات عادة ما يوجهها السودان سنويا نتيجة الأمطار الغزيرة في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر وتتسبب هذه الأمطار في تدمير ممتلكات وبنى تخطية وإتلاف محاصيل زراعية وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن أكثر من مئة ألف شخص تضرروا من هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ يوليو ويأمل السودانيون أن يمر موسم الفيضانات بخسائر أقل مما واجهوا العام الماضي حيث اضطرت السلطات السودانية إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ولحقت الأضرار بستمائة وخمسين ألف شخص على الأقل ترجمة نانسي قنقر